اللجنة التي تشكلت بموجب أمر النيابي رقم 130 أكملت كل التوصيات وأحالت ملف لجنة تقصي الحقائق لسيد رئيس مجلس النواب ليتم عرضه وهناك تواقع الآن جمعات من أجل الدرج من موضوع لجنة تقصي الحقائق في جدول الأعمال لجنة تقصي الحقائق في الموصل عملت فترة وبجهد من أجل الحد من الانتهاكات وكذلك الحد من الفساد الذي استشرى في محافظة نينوة اللجنة لم تستهدف أي شخصية سياسية بل استهدفت الفساد بعينه وأنا قلتها سابقا وأقولها اليوم الخطر على الموصل ليس الوضع الأمني وإنما الفساد أخطر من داعش علىها لمحافظة نينوة الذين خرجوا من زلزال اسمه داعش ليس من المعقول اليوم لا بنى تحتية معمرة لا دور مواطنين معمرة واليوم كان لدينا زيارة للجنة المركزية لتعويض المتضررين ما رأيته تأخير ولن يتعوض أي مواطن في محافظة نينوة اللي نتدخل مع السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى ومعلمين العام لمجلس الوزراء أما بخصوص لجنة تقصي الحقائق في التوصيات استندت إلى تقارير الديوان الرقابة المالية وإلى هيئة النزاهة وإلى التحقيق مع مدراء الدوائر الذين أدلوا بمعلومات وهناك رسائل أنا أعتقد لجنة تقصي الحقائق عندما تعرض في مجلس النواب سيتم التصويت على التوصيات وهذه التوصيات أتكلم بكل صراحة اليوم جميع نواب نينوة تم توقيع على لجنة التوصيات مالتقصي الحقائق بكل كتلهم السياسية بجميع كتلهم السياسية بجميع مكوناتهم بجميع طيافهم هناك اتفاق على التوصيات بشكل كامل واليوم جميع نواب نينوة سنتدخل وسنراقب كل عمل الحكومة المحلية في محافظة نينوة لأنه اليوم مثلما عملنا من عجل إنصاف نينوة في موازنة 2019 والتي لم تكن بمستوى الطموح ولكن هذا ما استطعنا أن نحققه لا نريد أن تذهب الأموال إلى الفاسدين نريد أن تذهب إلى المشاريع التي بتماث مباشر مع المواطن تعلمين اليوم المستشفيات في الموصل لا توجد اليوم المواطن الدواء البسيط يشتري من الصيدليات الأهلية القانونة لا توجد اليوم جسور الموصل كأنما تسعد جبل وتنزل اليوم الكهرباء ساعتين ويجيبونا شركات اللي هي شركة تزود المواطنين الذين يدفعونا مبالغ أما المواطن الفقير ما تجي ساعتين باليوم وهذا تمييز الدستور أنصف العراقين بأنهم مواطنون متساون في الحقوق والواجبات ترجمة نانسي قنقر